الطاقة العامة لك عزيزي العبراء أنت في وضع خوف تخاف من شيء معين في حياتك أو ربما تعرضت لشيء قد هزى وجودك هزى حياتك ربما كنت في سجن في مرض ربما تعرض لموقف من شخص معين وقد غير حياتك طلب حياتك رأس على عقب جعلك قليل الثقة بالناس قليل الثقة بالحب قليل الثقة بأي شيء في هذه الحياة وأنت مستعد للدفاع دائما في هذه الفترة أنت ليست مستعدا لفتح قلبك للحب مجددا أنت كما نرى تمسك عصا في يدك هذا الشخص يمسك عصا ويحاول الدفاع عن نفسه قدر المستطاع هو لا يريد أن يقترب من أي شيء هو كما قلت عنده قلة ثقة في هذه الفترة وأنت ترى بأن هذا الشخص ربما كنت أنت وهذا الشخص متزوج في زواج أو ربما يكون هذا الشخص أيضا ربما يكون هذا الشخص أيضا في زواج آخر هو متزوج وأنت وهذا الشخص هذا الشخص ربما متبعد عنك في هذه الفترة أو مختفي أو بأنه غامض عنده غموض في حياته وهو متبعد أجل إنه متبعد عنك ربما كما قلت هو في زواجك ويحاول أن يكون لوحده في هذه الفترة لعله يجد طريقا للاختيار بينك وبين الشخص الآخر هو لا يظهر لك مشاعر أبدا في هذه الفترة ولكنه حزين جدا ومتمسك بك وعنده أيضا كسرة قلب أنت وهو أنت وهذا الشخص أنت خائف من شيء قد حصل معك وهو أيضا متباعد وخائف وعنده أيضا مشاكل ربما كنت في علاقة قد جرحتك وجعلتك لا تثق بأي علاقة أخرى تدخل في علاقة حب مرة أخرى وهذا الشخص أيضا لا يستطيع أن يدخل معك في أي علاقة أنت ترى هذا الشخص احتمال كبير لأنك أنت وهذا الشخص متزوجين كنتما في زواج وقد حصل بينكم شيء ما وذهبت الثقة بينك وبينه لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل أو إذا كنتما في علاقة تكراش أنت برج العذراء أنت قد مررت في وضع أنت الآن في وضع في طاقة صعبة جدا ربما تعاني من اكتئاب وهناك إنسان حب قادم إليك ولكنك أنت تخاف من أن تفتح قلبك للحب مرة أخرى لأنك في هذه الفترة قد عانيت كثيرا ولا تحب أن تعاني مجددا وهذا الشخص ربما أنت تحبه وهو متزوج إذا كنتما أيضا في علاقة كراش تقول لك هذه البطاقة تقول لك هذه البطاقة هو الشخص الذي يكمل معك حياتك هو المكمل لحياتك نأخذ نصائح تقول لك هذه البطاقة هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة إذن بطاقة حاول استفادة من أخطائك وقم بإصلاحها إذن بينك وبين هذا الشخص مشاكل أو ربما كنت أنت وهذا الشخص في علاقة وقد حصل بينكم قلة ثقة في علاقة أو في زواج وقد حصلت بينكم قلة ثقة خيانة أو ما شابه أو أي شيء آخر وأنت أخطأت بحق هذا الشخص وتقول لك هذه البطاقة صلح أخطائك وهذا الشخص ممكن إذا كنتما في زواج وتريدان أن تترك بعضكم هذه البطاقة ستقول لك بأن هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة والخسارة وهذه تقول لك أنت ابذي المجهود ابذي المجهود في هذه العلاقة وإن الأمور ستتحسن فهذا الشخص سيستحق أن تبذي المجهود في هذه العلاقة لأن هذه العلاقة هي توأم روح طاقتك لهذه القراءة أنت في طاقة نجاحات ومستقر في حياتك مرتاح مصمم على شيء أنت مصمم ومتوجه إلى شيء أنت قد نويت عليه مسبقاً وأنت في طاقة جميلة جداً أنت في طاقة ملك العصي هو إنسان قوي جداً ولكن هذا الشخص عنده علاقات هذا الكارت هذا الشخص عنده يحب العلاقات المتعددة ربما كانت في حياتك علاقات متعددة أقول ربما هذه طاقتك وهذه طاقة الحبيب الحبيب ربما يعيش في هذه الفترة في صراع نفسه بين أمرين بين شخصين بين شيئين في حياته ربما يحاول أن يوازن حياته مادياً ربما كان يعاني من الماتيات ويحاول أن يتوازن في هذه الفترة فهو كما قلت هو في وضع اختيار مشاعرك باتجاه هذا الحبيب أنت تحب هذا الحبيب جداً أنت تحبه بطريقة كبيرة لا يوجد أفضل من هذا الكارت للتعبير عن حب الصادق أنت تحبه حب بلا سبب ولكن ربما كنت تحبه حب بلا سبب ولكن في كثير من الناس يحبون شخص معين ولكن لا يقدرون أن يستغنوا عن العلاقات الأخرى احتمال بأنك تحب هذا الشخص وأنت تخاف أن تعطي لأنها ظهر لنا في الطاقة العامة هذه أنت خائف من أن تفتح قلبك للحب أنت تحب هذا الشخص ولكنك تخاف من أن تفتح قلبك للحب وتحاول أن تكون بعيد وتركز على نجاحك العملي في هذه الفترة واحتمال بأنك متعدد لعلاقات لكي توزع حبك على كافة الأشخاص لكي لا تصل إلى طاقة التعلق بشخص معين فأنت عانيت من علاقة حب فاشلة ولا تريد أن تتكرر معك مرة أخرى مشاعر الحبيب لك هو ينتظرك ينتظر لك كالينة أو تصرف أو رسالة أو أي شيء هو في طاقة انتظار وترقب منك انتظار وترقب لك ربما تكون هذه العلاقة بينكما هي علاقة دخول وخروج ON-OFF دائما هذه العلاقة وربما تكون أنت أكبر من هذا الشخص هو أصغر منك سنة يراك هذا الشخص بأنك مستقر ماديا مرتاح ويراك بأنك تحبه هو يشعر بحبك له ويراك بأنك إنسان طيب القلب صادق المشاعر صادق النوايا ومتبسك به أيضا وهو ينتظر منك خطوة هذه البطاقة تقول لك بأن هذا الشخص نواياه أن يقلب حياته أن ينهي جميع الخلافات التي كانت بينكم هذا هذه النواياه ينهي جميع الخلافات التي كانت بينكم يترك الماضي بالماضي يهدم ما كان قد سبب لك وله الخسارة والألم ويبدأ بداية جديدة بعد هذا البرج المنهار نبدأ بداية جديدة وهذه البداية الجديدة هذه الخطوطة القادمة أن يكون معك في زواج هو يريد أن يكون معك في زواج ويشكل معك أسرة وأولاد هو يريد حب معك صادق أنت تحبه حب كبير وهو يريد معك أيضا حب أنت خائف أن تفتح قلبك للحب ولكن هذا الشخص صادق معك ونواي خطوته القادمة جدا معك جميلة ومصير هذه العلاقة بإذن الله الزواج إداية جديدة وزواج ستشرق الشمس عليكم من جديد وستنهي سينهي هذا الشخص الخلفات وأنت أيضا المفروض أن تنهي أيضا إذا كنت قد أخطأت لحق هذا الشخص فسامح وصالح ولا تكرر الأخطاء هذه النصائح لك هذه هنا وهذا الشخص نواياه جدا طيبة ومصير العلاقة بإذن الله الزواج وهذه البطاقة تقول لك إسعى لكي تكون هذه العلاقة راتخة مثل هذه العمدان الأربعة إسعى لتكوين أسرة مع هذا الشخص فهذه العلاقة جدا جميلة أعطي فرصة لهذه العلاقة وأصلح ما خريب بينكما وهذا الشخص سيكون بمثابة توأم روح لك بإذن الله شكرا لكم أصدقائي على هذه المشاهدة وأرغب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر